اشتركوا في القناة على رأي المسل رجل بره ورجل جوه اني تشوف سعادتك على العموم احنا عندينا ممتلكات جايباننا النهاردة اسعار خرافية عال 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 بيعوا كله واختار اعلى العروض حضر فنة اساء زمانة ما اشتبش اهوى لسه ولا اقول لك بلاش احسن يمكن تملك حموض عفمان رب فنة اساء زمانة الله يبارك فيك مع السلامة شكرا شد حين ساعة زمانة ألف مبروك لساعة تباية. ألف مبروك لألف مبروك. أخيرا استرامعت الخراصة ورقعت العقوان لأصحابها. مشكل، مشكل، فضلوا. متشك، هي. عميلي يا عمي، شانية. حاضر يا سيد. أحمد هي يا عمي، إحنا عايزين نشرب شرباط. هو فيه مناسبة سنة تليدها؟ حاضر. شانية. نعم يا سيد. نعم. اسمعك. أيها سيد. عميلي شرباط. حاضر. بقول لي إيه؟ نعم. كش يلك في السكر. حاضر. سعر اللي من دول بقى فوق 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 خالص. حاضر يا سيد. بقول ليه؟ نعم. ناقي أصغر كبيات عندك. حاضر. أهلا وسهلا. ألف مبروك. ألف ألف مبروك. تفضلوك. أهلا نهلا. أهلا. يعني إخوانا بقى لكم مدة طويلة ونسألوش. سنين طويلة ما شفتكوش. أصل ما كناش حاوزين نزعجك والله يا بيه. الود ودنا يا عمي ما نسيبكش أبداً. أه طبعا طبعا. طبعا ما نعارف. إحنا كنا منتظرين اليوم ده بفروغ الصبر. وكانت فرحتنا تكمل لو كان البي صغير لسه عايش. لا يرحمه بقى. ربينا يباش بشتوبة لتحت راسك يا فريد يا ابن الغطري في بيه. وإزاي صحة ساعتك دلوقتي؟ بم. بم والحمد لله. إن شاء الله دايما يا عمي. سلام عليكم. عليكم السلام يا ربط الله. مش ديه منزل أبو لغطري في بيه. من عين المحمودية مركز البحيرة. عاوز حاجة. أنا شعبان قريبه من محمودية مركز البحيرة. بجوار الأسكندرية. يا حمم. يا حمم يا حمم يا جداعين. شايفني بقولك لله. بقولك عز أبو لغطري في. كسيمه يا محمد. خليه يخش. هو خاس عين أحدا. اتفضل خوش. سلام عليكم. أبو العطري في مم. أبو العطري في مم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا والله pul�غطريف ايه ايفر نفرستنك من كل قلبي لما اخترك انهم رجعوا لك فلوسك وممتلكاتك اهلا وسهلا انما اقول لبدلغطريف حاجات كتيرتون رجعه لك ياعمar عليك بعض انيالك بس ايه رأيك انهم تنعوا جدعان في الحركة دي ايه برضو طيح هتتهنى بفلوسك قبل ما تموت فالله ولا فالك بعد الشر عليك يا عمي اهلا وسهلا عارف يا ابا الغطريفي بقالك تنقوي ما جيش اسكندري من ساعة ما كنت جيت اقدي في مكتب التنسيق قال كنت عز اخش الجامعة الجامعة ايه يا ابا؟ تمانية واربعين في المئة دخلوا جامعة انت كنت بتشتاوي شرباط انت مين يا ابني؟ مين دا؟ دا شعبان ابن محمود الغطريفي قربنا من بعيد دا اه لا زي ابوك يا شعبان ابو يا مين بقى؟ ابو يا ما خلع من زمان الله يرحمه انتم مش كنتوا بتشتابوا شرباط ما تجبوني شرباط حاكمان ابا الغطريفي احب بقى وجامل حقيقي ما بيش مناسبة اتعدي المون بالواجد حد يموت اروح اعزي حد يعي اروح ازور حد يتتل اروح اشهد يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا طيب يا شعبان احنا متشكرين العاف دا هو بيبعليه بيبع فانا بقى يا برغطريفي به من يوم ما اشتغلت في الاصلاح الزراعي في المحمودية وانا ايه بقى؟ يا شعبان نعم قلت لك احنا متشكرين وانا بقولك العاف فانا بيبعه بقى؟ بيبعه تعبان وعاوز استرايا لما واحد مستراحة اهو معلش برضو يعني امشي؟ تعيش ونجاملك طيب انتم مش هتغدوني؟ الواحد بيروح اي معزة ولا اي ميتم؟ اوه يا بيتغداية بيتعشة دا صافر يابا مانا جامل محمودية لغاتهل ان شاء الله في المناسبات السعيدة مه مناسبة سعيدة ايه؟ ولا دي مناسبة ايه لابنين؟ وبعدين معاك يا شعبان قلنا لك البيعه عايز يستريح طيب طيب خلاص احنا برضو يهمنا راح تلبيعه ما نزمش اي حاجة من البلد يا بلغتري في معه؟ مشاكيين يا اخوة طب يا سيد قماني خليك ليلي وسمو عليكم سمو عليكم انما الشربان دي عريحة ولا مسبوط ها حيه ها حيه ها حيه ها ها حيه ها حيه ها حيها سمو علي سمو عليكم قار ذو اللو يا ساعت البيعه دا ولد غلبان ولا غلبان ولا حاجة وجعلنا دماغنا على فكرة يا جماعة قنا نزم دفلد ماله يا عمي؟ ايوه وانا على فكرة برضو بأكل مسلوق والدكتور منافع علي كده والبنت عندي هنا بتضمط على قدي ربينا دي كالصحة يا ساعة البنت وفي هنا مطعم قريب او من الفلا انه مرئيس قوي عافينو يا عمي؟ مين يا عمي؟ على فكرة ما تنسوش قولهم في البلد ان انا جاي قريب على شارب ونظفوه للبيت مع السلام لي وقت يتموض من الدخل اückenمو احوه اكتبو احوه ها renderك ب تحريطن داخل المنطقة لك الذهاب تكرين هان menjadi عربية كذمة 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 الجسمة! 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 اروح اسكتري يا فردتين جسمة! هرجع بفردة واحدة! شعبان! تدخرت كده ليه؟ وقل اللي عمل بك كده؟ انا عارف يا زينب! روحت يا جامل! ناشروا مني جسمتي! روحت عند قريبك الغنة دي؟ انا جاعت بفلوس بالكوم! انا عارف حيعمل بها ايه؟ هو ربنا يبعث بفلوس بالكوم من حيث لا يادري! وانا تتشي من الجسمة الياتيمة! دنيا! بالحق قبل مالف! نعم! ابوي! اش معنى؟ هونا دخلة معاك قافية! انا بكلمك جد! وانا ازعناها عشان الجسم؟ مش مهم الجسمة دلوقتي خلينا في المهم! هو في اهمي من الجسمة بتاعت اللي راحت؟ وبعدين معاك بقى! طيب خلاص ما ازعليش! ابوي! يا مستنيك النهاردة! يا مهر يسفيد! ليه كفلنا الشر؟ اخصى عليك يا شعبان انا شر! عشان تيجي تخطبني! ولا رجعت في كلامك! ارجع في كلامي؟ ليه كلام برضو؟ واني بدك الساعة لما جمعنا وانت يا زنبتي تحت ساعة بواحد؟ طب باه! ابوي! يا مستنيك النهاردة الساعة سابعة! يو طب بس اروحك ازاي وانا وانا من غير جسمة! عليك بالاجزمة! ي اخوة مش مهم الجزمة دلوقتي! الروح اشتري لك جزمة جديدة! اشتري جزمة بس ازاي! و احنا النهاردة كان منو في الشهر! dement الجزمة دلوقتي بستة جنيه وربعة! وربعة! اللي هي عن العال حق قانيين قوي! طب خلاص يا اخوي! روح اشتري جزمة نص اوم single! ودا انا بتتحاجج? هتحاجك إزاي بس؟ طب حقولك على حاجة ممكن نروح له بزنوبة؟ طب أريحته بزوبة بزنوبة وبعدين معك بقى؟ طب خلاص ما يزعليش أنا عروح أستيري بجازمة من واحد صاحب لغاية آخر الشهر يا سلام عليك يا شعبان ما تجيب قبلة؟ وانت حفي أهلاً وسهلاً يا ابني أهلاً بك يا عمي يا مرحب مرحبتين ما تقول حاجة يا ابني؟ أقول ليه يا عمي ليلة الله أنا عندي فكرة أنك زميل زينب في الشهر في الإصلاع الزراعي أهلاً وسهلاً أهلاً بك يا عمي ما تتكلم يا ابني؟ ما تتكلم يا ابني؟ ما تقول إيه يا عمي؟ أنا أصلاً حضرت قبل كده ما ياتم وأفراح وطهور إنما أول مرة راحت الخطوب وما أعرفش وما بيقوله إيه؟ ما تقول أي حاجة يا ابني؟ ما تقول أي حاجة؟ واندي مش أنت عارف أنا جاي ليه؟ الله يجازشتها لك الله يجازشتها لك أنت كمال يا عمي عشان شاطين نحن الاتنين يجوزوا بعض حلوة حلوة على كل حال يا ابني مدام أنت عاوز تتجوز زينب وهي موافقة خلاص الدنيا وما فيها الله يكريمك يا عمي الله يخليك أيوة يا ابني بسي لازم نتكلم سويا في الإجراءات إجراءات إيه يا عمي؟ هو أنا حيتعين في الحكومة؟ وأنت حكمه ألي إيه؟ لا يا ابني أنا قصد الإجراءات يعني الشبكة والمراهن والجهاز والحاجات اللي زيه دي يعني أنا ميقيدك بإيه الإيدك دي يا عمي؟ قول ليه أنت محوش كامل ليه؟ ليه زيه؟ عشان تتجوز شوف يا عمي أنا مهيتي 28 جنيه و 14 ساعة تقولي محوش كامل؟ الله يجزيك يا عمي مهر إيه وشبكة إيه؟ الحاجات دي كانت على أيام كنتم الحاجات دي بدت خلاص دلوقتي حتتمسك بالحاجات دي وحيات النعمة دي بنتك حدبور ولا حد حيسأل عنها حد لها عشان يا ابا العيال دي؟ شوف يا ابني أنا لا عايز شبكة ولا عاوز ما ولا عاوز حاجة أبدا أنا عاوز الشقة اللي هتعيشوا فيها عندك شقة؟ شقة؟ ما تشوفها ما أقولك أصلاً كنت ساكن أنا أبويا وأمي في شقة جه أبويا مات أمي ماتت بعد إيه؟ الراجل صاحب البيت طلع ناد قال أبوك ما كانش بيدفع الإيجار طربني بس أنا دلوقتي قاعد في قوضة إنما إيه؟ حلوة أوي أوي ففقش لا مية ولا نور ولا هوى بس شرحي وأعيز تسكن بنتي في قوضة سيدي؟ لا طبعاً يا عمي ما يصحش فيما هتعمل إيه؟ هنوعد عندك أجوزي وعد عندكم عندنا؟ إيوه انت تقعد في قوضة وأنا وزينة بنقعد في قوضة هي شهيتك قمات را حيعامية؟ يلا يا تقرد يا برة يلا economics كم قوضة ايه يا ابني دهنا البنتين بولادهم قاعدين على نفسي هنا ده احنا في مسباحة ومش ده منتك برضو هيحصل ليه يا انا موعد معاك ولا تبريت منها على حظا ده احنا يا ابني ساحة الصبحية بيقف على دولة المية طبور ولا طبور الجمعية طب ما تعمل اطوع في الصال حاولك على حاجة انت مش عندك بلكونة عندي قفلها واقعد فيها انت امراضك وانا والعروسة نقعد في القوضة بتاعتك اسمع يا ابني اللي عاوز يتجوز بيجي جاهز عنده شاقة عنده شاقة اللي شاقة شاقة هو انا سمصار ولا عريس يا عمي اسمع يا ابني تحضر الشاقة على عيني وراسي ما تحض desertش الشاقة مع السلامة سكة لبنر افضل افضل طب يا عمي اقولك ايه انا مستنيك يوم ما تقولي انه جاهز وعديبت الشاقة كده برضو تكسفني يا عمي مع السلامة طب يا عمي طب يا عمي مع السلامة طب وانا جيب شقة منين دلوقتي طب انت كتبها بتجري وراها ليه وتخلينا تعلق بك لما انت ما انتش عايز تتجوزني انا مش عايز اتجوزك ايوة ما انتش عايز تجوزك اهو ما انتش عايز تجيب شقة اهو طب انا جيب شقة منين دلوقتي طب برينا اعمل ايه اضل ودي حكمته ده اللي شقة بلدنا دي خلي واحد الفين جنيه يا أخي بدل ما تفضل سلبي وتقول لي عمل إيه يا زينب عمل إيه يا زينب تعالوا نحط دماغاتنا في دماغات بعض وندبر حالنا لا دماغي ولا دماغي كثاء فلوس يبقى إيه فايدة دماغتنا وبعدين معك بقى يا شعبان أنا لقيت الحل إحنا لو حويشنا مهيتك على مهيتي نقدر نجيب شقة بس بعد سن المعاش حلوة يبقى للورصة يعني بقى لأنت عايز تجيب شقة ولا عايز تفكر تفكير سليم وكمان عملت أهزر لي انت بان عليكم الشباب إياهم اللي عدوا قد وقت مع البنات كده وبعدين ما يتجوزهمش أنا أنا ما انظر واحد يعمل الحاجات اللي انت بتقول عليها دي من فضلك ما تكلمنيش أنا تأكدت بعميلك دين انت ما بتحبنيش يا زينب أنا عايز أقول من فضلك بقى تقطع علاقتك بيا خالص وتنسى إنك كنت تعرف واحدة اسمها زينب حتى صباح الخير ما تقولها ليش زينب يا زينب يا زينب عودي اهلك في انتظارك يا زينب تعال السلامة يا سعدبين تعال السلامة اهلاً اهلاً يا سعدبين أهلاً يسعد البين ده إيه النور ده كله يا سعدبين TH is rais ready اهلاً هل تشتغولي ولا إيه؟ ورايا ورايا في كل حتة وإحنا نقدر نستهنى عن سيادتك بتقوله عمرنا مناش إيما من غيرك وإيه اللي انتو زرعينه في الجنينة ده؟ ده فل وياسمينة سعدتي كبير هعمل إيه أنا بالفل والياسمينة؟ عاوزين يمتعه نظر وشم سيادتك بحيزرها وحاجة مفيدة لها فايدة هرهم ولوخية، شوية بامية مش تقولي نظر وشم معك حال، نعلم يا سعدني معك حال ولدي العزيز فريد تحية طيبة وأرجو أن تكون بخير وبعد نزف لك هذا النبأ الهام فقد عادت الحراسة جميع أملكنا وأقوم الآن بالتصفية وسيتم بلك كل شيء خلال هذا الأسبوع وما أن أحصل على المال حتى أأتي إليك في فرنسا ليجمع الله شملنا مرة أخرى بعد طول الانتظار اتمن الجميع هنا يعتقدون تماما أنك قد مت فعلا والحمد لله إن هذا السر ظللنا محتفظين به طوال هذه السنوات أوصيك بنفسك حتى علىك خريبا جدا جدا بإذن الله والدك الغطريفي صباح الخير ليك خمس تشويلة سماتي يا حج روح استلمت شيتين يا سيش الصباح لله يا جدعان صباح الخير ما تعبرون يا خل دعنا ناس جدعان قوي غير شبس الزمن هو اللي ضربنا بوم به مرة واحد تلعى المعاش ما عرفش ينزل حلوة حلوة بلاش بلاش طب مرة واحد كان غلبان قوي وبعدين بقى غلبان قوي بسيادة يعني بلاش دي بلاش بلاش لقيتك لقيتك يا زيادة لقيتك حال حاجة بالشكل بس في عبض جاه النبي خد ودي معالي حلق ايه اهو كده عبريني لحسن من الساعة دلت ما كنت مغازماني واني ما بنامش الليل يوحلق ايهبا يا شعبان ولا بتهزر ايهب اهزارش انت عرف الرجل القريب الغني قوي ده مالو ده اللي انا صفته ده اه لحسن الحظ انه موجود في البلد الايام ليه طيب وده حيعمل لك ايه لا حيعمل لكل حاجة بكيش دعو انت بس انا حصرت معاه ده بيحبني قوي ايه عرفت دليل انه بيحبني قال لي ايه ايه قال لي زي والدك ايه شوف الراجل وحلوته لما يقول لي زي والدك تستنيني في الميت النهاردة هجيلكم معي حالي سلام يا حبة القلم مديني قبلي صباح الخير يا بلغة طريفي بيت ده شعبان ابن محمود القريفة قال لي انت ست ولا ايه يا بيت لا ما ستكش خير خير ان شاء الله انا بس كنت يعني عايز حضرتك كده بكلمتين قول عايزين بقول يعني اصل انا زي ما تقول كده يا بلبيت داخل على مشروع جواز مبروك الله يبارك فيك وكنت بقول يعني يعني كده يعني اصلي انا كنت اه يعني زي ما تقول ما تقول يا ابني وتخلصنا حضر يا بيت تسمح لقعد يا بيت انا زي ما تقول كده عايز شاء شاء تكونش مفكرني ايه سمصار لا يا بهل عافلة سمح الله انا بس بقول يعني ان احنا قرايب واني من لحمك برضو وانت كبرني واليادي العقول ايه خيروا من اليادي السفلة ومنقدم شئ بيدها هلتقاه ايه يا ابني اسلوب الشحاتة ده عايز ايه الشحات لا يا بهلسامح الله انا بس كنت بقول يعني عايز من حضرتك الفين جنيه سلف ايه سلف ما تتجعسي ما تتجعسي يا بيه ماهم اني اعايز الفين جنيه سلف وحردوهم لحضرتك كل شهر اتنين جنيه حكتبلك بيهم كمبيالات برضو محدش ضمن الموت من الحية عارف يا بيه الشقة اللي انا حاخده تلت مطارح ربنا حيكتبلك في الجنة تلت مطارح بعافش اطنيتهم ايه الولد المعتوه ده يا عبد الجواد يلا يا شعبان فرصة تانية فرصة ايه يا عبد الجواد يا بيه الغطريفي تلت على الولد بره انا مش نارسك مش عايز وجع دماغ اخص عليك يا بيه الغطريفي اخص اخص حاضر حاضر بس ايه بس زيادتك تعال هو انا عمدت حاجة زعل لا ابدا بس تعال معايا يلا يا بيه الغطريفي طب خليهم تلتك له كل شهر يا بيه الغطريفي اتلع بره يلا بره في ايه هتودي الفرصة كلاتها فيه خليهم على قلبك كده يلا بره طب يا بره الغطريفي عليزنا بطل اهلا يا شعبان افند انتو بعطولي ايه الحالة اللي عندكم حالة؟ اوه سيعتك يا فندم غلط ده العيان فوق في الدور الفؤاني انا مش دكتور انا السباك مين يا دينا؟ اوه ده البيض سباك يا امه اوه حضرتك سباك ايوه يعني بتصلح حالفيات وبوابير جازي ايوه فضل ه 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 de كان لازم يبعتوني بقدرين شويه يخير 터حنا فيها حامل؟ لا، محتاجة قلب، عندكو قلب ولا تاخدو قلبي من عندي؟ قلب؟ لا احنا ما عندناش قلب، طب من فضلك نشف المياه علشان اعرف اشتار لا تطمني ما تتخضيش انا مش قلتلك تطمني يا هنم هو الحساب كان يا حضرة جنيه كشف وجنيه تغيير القلب ايه بقى الحساب كله؟ دين جنيه؟ تلاتة جنيه علشان فيه جنيه رسمة لوح سلم دكتير يا حضرة من فضلك، انا ما حبش حدي يفصلني في شغلي ابدا طب وعشان خطريك؟ عشان خطريك منهير فلوس لا انت حجب علينا يا اخوي، خد تلاتة جنيه بتوعك هون خدر! 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 يا بيك تمشي! امشي! مع السلامة! تلاتة جنيه تصلحها نفايا يا عالم انا عارفة انت مشتغلتش سباك ليه يا شعباني سباك؟ عيب يا زينة! عيب! دا دا راجل محترم دا انا اهلي صرفوا عليها دم قلبه انا معايز سنوية عامة رحت مدارس وجيت من مدارس وبدأت من جدول الضرب وقلب بهته تكفاء الستاتيكا والديناميكا ومركز السيخة وطولي لها باسباد طب خلاص! انت ملك نافش ريشك كده تكونش قابل تقريبك الغني ايو! طلبت منه ألفين جنيه ألفين جنيه؟ طب عال! اتفضل بقى! ابويا زمانه جاية دلوقتي قولي! وجبت الفلوس الحمد لله انا طلبتهم بس ايه! حديهم لك امتى! مش حديهم لي! هم ليه؟ طردني! طردك؟ طردك! امو انت جاي ليه؟ جاي عشانه هتحالي على ابوكي كمان مرة هتحالي على ابويا؟ انت عارف ابويا ما بيحبش بحال الماجي لو سمع الكلام الفضل اللي انت بتقوله ده حيمنعنا اشوفك خالص طب اعمل ايه بس انا يا زينة؟ العنب اصيرة واليد اصيرة اعمل ايه؟ اعمل ايه بس يا عالم؟ عشانه 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 احيانه ايه؟ اعمل صديقه ذي سمعها عشانه والدكتور عنده فوق هي دي اولي أزم له دها بسى بحتروح اعمل مهولة هيا يا حسنان خير يا دكتور؟ الباية في حياته لكن صحته كانت تحسينت كثير تي حاجات تعتربينه الله يلحظه دوني الباية في حياتكم جميعاً يا إخواني الباية في حياتكم ما بقى إلا واجه الله والله ما بقى إلا واجه الله يلا هنأمل ايه؟ أنا عايز بيبس ايه دوني امشي عيدل يحتار عدوك فيك امشوا زي الجزم في الدونيا لا تتضربوا بالصورة معنا أدمغتكم في الآخرة ايه كان أمير كان أمير إن شاء الله تبقى تشوي في مربوهنة يا غطريفي أنا حيخص عليك حاجه لو كنت اديتني ألفين جنيه فك نفس بيهم في شقة إن شاء الله يبقى ربنا ياخدأ كمان مرة أمير كان أمير يلا ربنا سمحك هنأعمل ايه؟ امشوا زي الجزم في الدونيا لا تتضربوا بالبلغة القديمة في الآخرة أنا بقولك أهو عملت حصر بالممتلكات وحسبت التركة طبعا حوالي ستة مليون ونص ستة مليون جنيه ونص يا كريم يا رب حينوب كل واحد مننا كام يا سعب جوادي إيش وقت الكلام ده دلوقتي إيه الدنيا المعزة خلصت صعيكم مشغول الله يرحمك يا ملغة طغيفي صحيطني ليه يا عبدوان كنت يسيرني نايم علشان أنسى النمان يلا يلا أنت بقى بقول ليه يا عبدوان هو المرحوم كان مواصيكم ما توزعوه السجاير حفاظا على الصحة العامة المعزة خلصت طيب هو أنت مش هتعشولي يلا بقى يلا امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا على قفاكوا في الآخرة ها خلاص ما بقشك حاج خلاص كله عمش طم مني كل واحد حينوبه كم من الوراث أبرا جمد أقل واحد فينا حينوبه مليون جنيه يا ما أنت كريم يا رب من بختنا إن ابنه الوحيد مات في فرنسا أنت بتحلمي إحنا مش حينوبنا إلا ملالين ليه؟ مش إحنا دلوقت الورثة شارعيين؟ في نظر القانون إحنا ورثة من بعيد إحنا حواشة من ضمن عشرات غيرنا من حواشة وكل من هبه ودبه من قرائب هيصاره ويطلبه بالمراس ده غير نصيب الحكومة يعني بعد التصفية كل واحد مننا حينوبه ملالين لا ده زمن ستة مليون جنيه يتيروا مننا يتيروا من قدام عينينا عوانطة مفيش غير حل واحد إيه هو؟ إن ابنه ما يكونش مات يعني إيه بقى ابنه فريد مات وشبع موت ولو كان عايش كان حيورس لوحده اسمعوني بس ابنه مات ده صحيح لكن الحكومة ما تعرفش إنه مات علشان ماتش في الخارج مزبوط مزبوط لو جبنا واحد ووقفه قدام الحكومة وقال أنا فريد الغطريفي حياخد الصروة كل ده يعني قصدك من يجيب واحد من طرفنا ويقول أنا فريد الغطريفي بس ضبط وهي الحكومة بريالة عشان تصدق أي واحد حيوقف يقول أنا فريد حيقولوله أهلا وسهلا يا سي فريد يا ناري مان في نظر الحكومة الإنسان مجموعة أوراق شهادة ميلاد فيش وتشبيه بطاقة شخصية إلى أخرج مزبوط مادام فريد هرب لما حطه أبوه تحت الحراسة وبما إنه مش هيرجع علشان مات ممكن نجيب أي واحد نعمله الأوراق المطلوبة ويبقى هو الشخص المقصود ومين اللي هيزور الأوراق دي كلها وإزاي سيبي العملية دي علي أنا الفلوس بتعمل المستحيل أيوة بس دي لعبة خطرة جدا علينا ولا خطر ولا حاجة وحتى لو كانت خطرة خطرة علي مش علينا احنا لأن المفروض هو اللي يزور وهو اللي عمل كل حاجة ماشئين؟ أنا موافق أنا ما عنديش مانع طب مين الشخص اللي هيقبل حكاية زي دي؟ موجود وكل المواصفات منطبخة عليه غلبان محتاج سازج مش طمع ومقطوع من شجعة يا شعبان شعبان كيف هي المتوالي؟ انت عملت ايه يا شعبان؟ عملت ايه؟ وكل الإصلاح ميزا حبيب وقال هاتول الوات شعبان ويهل إزا حبيبه؟ انت بسألنا يعني؟ العلم حض الله جميزك دفطة القباني من هنا وقال هاتول الوات شعبان من هنا تعال معايا اتفضل انت متحول التحقيق يا سيد وحيتقسم منك نص شهر ليه بس يا بيه؟ البقاين خاصة وانا مهالي وانا كنت باكلها ايه؟ انا مليش دعوة الاباني بيقول كده وانت مسؤوليتك البقاين طب مش لما تبقوا السبتون الاول تبقوا تخصموا مني ده مواصف ظهرات يا بيه الله بلاش غالة ما بقى لما البند في الميزانية يسمح اتزبتك أربع سيلي والبند لسه ما سمعش اوه انت عديل الدماجم يا اتفضل يا سيلي روحش في شغلك اللي بيحصل ليه ظلم كل يوم والتاني يخصموا مني عايزين نصف على اطلاح الثراح من مهيتي اهو شعبان مين؟ أبو يعب دواد؟ اهلاً 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 شايوهلا مفيش داعلى ما فيش دا حيوالا؟ المجلد للعيلة عايزك لأمره مهم جداً عيلت مين؟ عيلت مين؟ ما أنا ما قداش أخرج دلوقتي يا ساعد البيت بس تعال معايا، دعا دي فيه أربع كيام خاص، المهيت تروح كده ولا يهمك، تعال بس دا حيوالا خلاص، فهمت؟ ها، قلت إيه؟ ما تتكلم يا ابني، قلت إيه؟ ورحمة الغاطري في ما أنا فاهم حاجة أنا عايزك تقولي الكلام الأول عشان أنا فاهمت إيه شوية حتوقف قدام الموسخ حيقولك أنت فريد، تقوله أه والباقي علينا إحنا أقوله أه والباقي عليكم كل حاجة معمول حزان بمنتهى الدقة أنت مش كنت بنتدور على ألفين جنيه؟ خلاص، هتأخدهم وتتجوز خطبتك وتعيش في نبات ونبات وتخلفهم سبيان وبنات وبدل ما فلوس اللي غطرفي باللي كسبها بعرق جبين وتروح تستنى في العيل طب هو يعني المبلغ كام أنت مالك بقى أنا مالي زاي، مش أنا اللي حستلمها مش أنا اللي حاوليه سيب افرض يا ابني أي مبلغ، أنت مالك أنت حتاخد الألفين جنيه الباقي مالكش دعم بيدها لفلوس نحن بقى إيوه بس كام يعني المبلغ؟ وإنت مالك يا أخي يا سيدي ريحه وقوله المبلغ ستة يا شعبان ستة ألف جنيه؟ لا، ستة مليون هو قال كام يا شعبان ستة مليون جنيه ستة مليون جنيه ستة مليون جنيه ستة مليون ستة مليون ستة مليون وعاديолет أن تدوني ألفين جنيه مش كدة لا لا يا عبد الجواد لازم تزودهم شوية خلاص خليهم 3000 ولا أقول لك أربعة لا يا شيئ أربعة ده تكير قوي شوفوا يا خلي أنا علعم أكو اللعبة دي بس أخذ نص الورث انت مجنون لا حرام وانتو تمان حرامي ومن حضر القسمة فليقتاسم لا يفتح الله يلا ورينا حرد اكتافك صدتكم بعافية سلام عليكم تعال يا رفا سيب ايه خليه غرف ستين داهية نسيبه ازاي بعد ما عارف سرنا لدي حق هنديلك عشر تلاف جنيه النص خليهم عشرين ألف النص يبني ورانا بصاريف كتير النص طب خليهم خمسين النص لا غرف ستين داهية بقى هو ايه اللي يغور في ستين داهية هو احنا قدامنا حل تاني غيره ايه جريهاته ما تضيعوش يبني احنا عربعة وانت واحد نفرق بالعدل النص طب خليها التلت النص موافقين ده انت طلعت داهية الف ستين د fonts نفرق على ناية выдعوش ده انت طلعت ده انت طول حل بطل نص يابح 수 المترجم للقناة 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 ما تجيبي ما تجيبي قبلة ساخن بيه اوه يا شعبان طيب فتك بعاف يا زين مع السلام يا شعبان خلي بالك على نفسك وده يا شعبان اهلا 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 سعدت الوكيل الحمدلله على سلامتك كنت فيه في المقر الصيفي بتاعك ايوه كنت في المقر الصيفي بتاعي وكنت اندلل الرجلية الشمال في المية زينب بعثت لي تيليكس عارفين انت تيليكس قالت الولى الوكيل زعلان زعلان ليه يا ولا ولد ما تبرق ليش ولا تجزيلي على سنانك نحسن اخدك من لوك شعلا وإن شابك انت بيخاوف بيك العيال انت مرفوض وانت كمان مرفوض هتلبس جرفاتك زيدي يا راجل كاكرافت في مفاصلة امشي امشي يا هلت انت مرفوض كاكرافت في مفاصلة وحشيق فاضل يا فريد بيت فاضل فاضل البيت بيتك محاسن محاسن ايوه من يوم اهلا عمدله عسيرين والسهلا لا يوم واسهلا اهلا اهلا لا يوم اهلا اخي أخي though ذريبين علي مفاصلة لاجنة اهان دي الشغالة شغالة ودي بيت ساب высокيا اهاه خد الشنة وحدري الحقيقي هيا بلايش الشنطة بايه لا تكفيش دعوة بيها كالص دي أ Louis وانا حسابتك وبكراzufح 재جينها اوكي مع سلاما Bye bye بابا تعال بقى أم أوريك وطنك أستحمى تاخدوش، تغير هدومك، تستريع، وأحضر لك العشاء تغير هدومي تغير هدومي الحمام جاهز يا فندم، أي خدمة؟ لا مشاكل، مشاكلين قوي نعم مشاكلين قوي 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 م parti فريد فريد بب فريد هاهاها تفضل ايه دي؟ ايه مش حل؟ هرب عليك كده تقراضي هاي ليه تتعمله دا؟ انا خاف عليك تجيلك لازلة بردا ولا حاجة تنزلك الليوز هاهاهاهاها هاهاهاها تفضل تفضل اشرب لا انا انا ما باشربش الحاجات دي اشرب دي حاجة بسيطة لفرفاشة بس انا خاف لا تقلب بغم ما تخافش طول ما انا جانبك مش هتقلب بغم ابدا اشرب ما تقداش تتصور انا سعيدة بيك قد ايه يا فريد قصدي من يوم ما شفتك وانت عاجب دي كذب كذب دي اه اصلي من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشة الواحد وحضرتك اللي طلقتين اه عيني كانت زايغة مع ان كل اللي يشوفني يقولي مفيش احلى من كده وانت راقيك ايه انا بس خاف تنزلك اللوز اه ما تخافش من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشة في البيت دي كول و الواحد مش لاقي الراجل اللي يملى علي ربنا وفاك وارزقه بالحلال لو لقيت وانا عفديه بعنايا حلو وقوي الرحمة دي دي منه ما كامل كيلو اسمعي يا فريد انا عايزة اقولك على حاجة مهمة قوي خد بالك من عبدالجواد والعيلة كلها دول ناس تنمعين قوي بق ما تخافيش علي بس سهيلة اللحمة دي بتلو بتلو فريد نعم انا شايفك مش مستريح في القاعدة تحب اشلك الشنطة بمعرفتي لا ده انا مستريح قوي حدي بقاعد على ثلاثة مليونه مش مستريح مش مستريح هال انا حدخلك دنيا حقيقية حخليك اسعد انساني انا عايزة انا تابع حبيبي مش كده بس اللحمة دي هيلك متلو تصبحوا على خير يا غادة رشيد ربنا تقطرينينا من نحمدكم موسيقى موسيقى ما روحتش إلا لما لقيتك الشقة المناسبة طبعاً هو أنت لسه مصمم على حكاية الشقة دي؟ أصلي أنا ربال هانم من أحلام الكبرة أني بقى لي شقة خاصة بتاعتي لوحدة كم حدة سكة؟ سبعة طبعاً لك حق أن يكون لك شقة لوحدة مش كده؟ ها والشقة دي فين هو شقة الراحة؟ الزمالك جنبك تحب تشوفها؟ أوي حرب سواجي معك مفيش داعي مش عايزين نتحبك يلا بينا؟ يلا بينا أنا جاهز ايه رأيك في الشقة في العمارة دي؟ ها؟ تطل على النيل وسعرها معهول جداً بنت ألف بني بس بنت ألف بني بس؟ وأنا هشتريها ولا عازكم فيه؟ هو على رجلة هتشتريها طبعاً هشتريها إزاي بقى؟ هشتري لحطة في الهواء هتفرد دلوقتي ازي عملي مع الجراء ها ده ناخد شئيت وروح أي حتة أنا عايزة ها؟ هفرد اللي تحتي حاب يهد شئيته شئيته بقى وحرة فيه مزاجه كده أبقى أنا وضعي ايه؟ متعلق أنا وشئيتي في الهواء؟ الجراء اللي في الدور الأرض زرجينه معي مرضيش يطلعوني مع السلالي أعمل إيه أنا دلوقتي؟ أبقى أنزع عشيتي بالبرشوت؟ با هو النظام كده دلوقتي كله تمليك إزا كان على التمليك بقى يبقى أشتري بيت من بابه؟ فيلا يعني؟ فيلا مش فيلا ما عارفش بس ديبقى كل حاجة بتاعتي الأرض بتاعتي والسلالم بتاعتي والجراء بتوعي وبالمرة أبني عشية فوق استطوح قربي فيها شوية فراغ بدل فراغ بتاعيكو دي وكمان أعمل الفرن أعمل فيه شوية عش مراهرة بدل العشية بوزارة بتاعكو دي نظرية برضو بعض الدور حكون دبرتها لك وبالمرة أجيبها لك جهزة مفروشة بالسرعة دي؟ يا فريد بيه؟ بالفلوس تقدر تعمل كل حاجة وبممتاز السرعة موسيقى فرضا هذه خمس سلاف جنيه هم مع المعاكمة مئة وخمسين ألف أنا عديدهم ترك مرات متشكر الدرق أمامي سجل بكرة إن شاء الله إن شاء الله ألف مغرور معاكم السلام معاكم السلام أنا حرصتك سيادة فرضا تماما؟ تماما متشكك موسيقى سلام عليكم معاكم السلام ألف 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 مبروك يا فريد بيه دي بيه على لفنا هات 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 العمول اللي أخذتها من الراجل بره مية وخمسين ألف جنيه عمولتهم عشرة في المية بقى أنا عايز 15 ألف جنيه دلوقتي اتفضل اتفضل ايوا كده ايوا كده مش تمقى قريب وحبيبي والصمصرة عليك لا صمصرة ايه ده أنا كنت أعملها لعبة عليهم مش كده وهلو ناخده منهم أحسن من عينيهم انا بقول كده برضه بقولك ايه نعم ما تخلي طعم الشغالين والبواب زي ما هم ايوا ونثبتهم ما بقول الظهراء استرعي حنتا دلوقتي وأنا أجيلك بكرة بقولك ايه يالا ايه يالا ايه بنتي اظهر زيلة مساعدة المرهبية. وحلالة يجب علي القرصة الشمس الدامية. هيا الأطلال المشكريني. ألو! ألو! دودي، وزاق الخير. دودي مين يا ستة إنت؟ ما عندنا نحاك اسمه دودي هنا. النمراء قالها. مش فاليت بيه؟ انت معرفتش صوتي ولا إيه؟ أنا نريمان. أهلال يا رمرم هالم. من يدودي وانت رمرم. رمرم؟ قالها. اسمه دلعي جنم. ألف مبروك على الفيلا. أنا خدت النمراء من عبدالجواد. حبيتت أكون أول واحدة تانيك. عشتي يا رمرم الله يحفظي. انت عندك إيه الليلة؟ لا بقى. أن الليلة في تجلي ما بعده تجلي. ما كنتش أحلم أننا وهم سيكون في يوم تحت سافة واحد. ها ها ها. يا مسيدي. عم يا بي. حاليا يا بي. أنا. أهلا. ما زالتك أنا تقولها؟ فريد بيهن أطريفي لازم يظهر في مدها الأباء. الأموان مش أباءة من أباءه. يعني أيضا يا فريد بيهن. أقولك ما تكلف حل البصل دي. لا 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 ما يوجد فيه طوعني كله هيخليك زر حمار طحول قلي قولي يا عجوهي انت حسين بدي في مصر كده من أربع حيطن لا ازاي ده انا عامل لك بروجرام يجنن ايه هو المتحف الزراعي الأناطر الخيرية كننت الحيوانات متحف الزراع ايه بقى انا جاب الفلاحين توالديني متحف الزراعي يا رجل انت انا عايز حاجات من بتاعت الناس العتاولة دي اه يا خلبوس انت ونفتك 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 اشتركوا في القناة 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 شوفي اشتركوا في القناة 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 من سيارات شبورلي سايتيشن وقد كان أول المستلمين السيد الغطريفي يا زينت! يا زينت! ايه؟ هاشوفي قوائم ايه؟ ايه؟ بص كده! مش ده شبه شعبان؟ شعبان مي؟ من اللي حاجب شعبان في التليفزيون؟ ده هو فعلا؟ وعلى سيد الحاجزين التقدم لاستلام سياراتهم من معرض الشركة شارع جامعة الدول العربية المهندسين هو ايه انت كمان؟ ده راكب العربية اللي اشتغالها عربية بالشير الفلاني يا با ده شعبان يا ما انت براشت خريف همار بقى هو هيركب عربية زيدي بل زيدي هيركب همار اللي يركب عربية زيدي الناس المتاخن بتوعي الاستثمار بقى أنا حقلت في شعبان؟ ليه لا! هو كم من بيت أهلك يوه! يخلق من الشبه هالبعيد؟ لا بقى شعبان! انا متأكدة هم تكا تكا هم هم تكا تكا هم هم تكا تكا اشتركوا في القناة 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 شعبان اهندا! اتمنك ولا جاهز لكم الغسيلة لاي لا عفو انت ارفع من ذلك يو يا ست من فضلك هو ايه فيه ايه الدوش هدي زينة يعني انت مضبوط زينة خش يا مسيد امرك يا دي تعال يا زينة تعال كلهم ما كانوش مصدقين ان اللي شافوه في التليفزيون هو انت يا شعبان لكن قلبي المؤمن دليل انا كنت متأكدة ان اللي شفتو بعنايا في التليفزيون هو انت ايو انا انا زينة وايه الحكاية ايه اللي حصل كنا فين وبعنا فين او انا ما قلتلكش ايه الحكاية ما قلتليش غر على حاجة واحدة بس انك نازل مصر الدار على شغل ايوه ما انا ما انا حاولي قلتلك تعالي بس تعالي تعالي ما انا حاولي تعالي يا زينة تعالي تعالي عوضي عوضي هنا لقيت شغل يا شعبان اه 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 طبعا احمل ايه لقيت شغلة اهل عظيمة اللي انت لقيتها دي شغلة اهل تخليك تعيش في القباها دي ما بين يوم وليلة او هتقولي انك لقيت ختم سليمان ولا ورس تخلك اللي ماتش في اسطنبول بس العصر الحوادد ده انتهى حوادد ايه يا زينة بوخيال ايه ده انا اللي حصل لي اقرب من الخيال انا جالي عبدال اه اه انا مو مش دووقته وانا حابق اقولك بعدين يا زينة تقولي ايه تقولي ايه وتعيد لي ايه انت يفند بكل اسف سرقتلك سريئة ايب يا زينة وانا كنت حرامة ولا كنت حرامة خلاص بلاش تبقى اختلستلك اختلاصة اختلص من ميه من الاصلاح الزراعي اختلص منه ايه شوات برسيم ده اللي بصريفه في الجمعة اقدي مزينة الاصلاح الزراعي ب13 طب فاهمني فاهمني لما انت منتش مختلص ولما انت منتش سريئلك سريئة ولما انت بتكسب بالحلال قوي كده ايه العيشة المفنجرة اللي انت عايشها دي اه لما انت لما انت لما انت عايش بالحلال ما جتليش البلد ليه يا شعبان ميت سؤال يا شعبان مش لقيا لهم جواب ماني ماني كنت جاييلك بس ماني هقولك انا كنت عجيلي بس اللي حصل بقى ان ربنا فتح علي وان ما تيجي بقى يا حبوبي فربنا فتح علي ربنا فتح علي اوي 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 ربنا فتح علي اوي وانا كنت جاييلك بس اللي حاشني مش فيه صوت جاي من دوة ما فيه صوت اه بس ماني هقولك الصوت ده جاي من ايه الصوت ده جاي يا زينب لان انت عارف القاهرة مزدحنة بالسكان والفيلا في مصر كل فيلي جنب الفيلا التاني فتلاقي الفيلا الملزقة بعض وبالتالي الأصوات تتداخل في بعض فتبقى قاعدة كده تلاقي استود جايلك وانت فاستود بقى انت عارف احنا كم انت عارف يا زينب احنا تلاتة واربعين مليون تلاتة واربعين مليون ناسمة يعني ربع مية واثناشة طفل في الدقيق ستةلاف مية واثناشة طفل في الساعة اتنين وسبعين الف طفل بتولدهم في اليوم فتقوم تقول ليه لي فاني كنت جايلك انما اللحاشني حقيقي يعني اللحاشني يا زينب انني كنت يعني واختبال حضرتك الكسافة السكانية يا زينب بتخلي الناس تهج يعني شوفي بتقولك يلا يا حلو تعالى بقى لان الزحمة تخلي الناس تقولي يلا يا حلو تعالى بقى من كنت الزحمة يعني هو دلوقت يعني مش الصوت ده جاي من جوا لا ده جاي من الزحمة جاي من يلا يا حلو تعالى بقى لأن الناس بتبقى هجة ببعض وزحلة ببعض فتقولوا يلا يا حلو تعالى ربما مئة واطناشر مليون طفل في الدقيقة يا زينب أنا كنت جايلك يا زينب حينما اللحاشني حقيقي يعني تعالى بقى يا روح قلبي من جو ما أقولك يا روح قلبي من جو لأن الكسافة السكانية من جو من بقى لأن الناس زحمة ففي ناس قاعدة في حتة جو قوي فهما الناس ما يعايزين يهجوا من الأكلان اللي هما فيه أمي تقولك يلا يا حلو تعالى بقى ربما مئة واطناشر طفل في الدقيقة يا زينب لأكلان يخلي الواحد يقول يلا من جوة كده يلا من جوة تعالى بقى فاااااا شعباء نعم ايه السر اللي انت بخبيه علي يا شعباء انت عايش عايشة غريبة قوي يا أخي ايه ده انت عايش عايشة زال اللي بقولوا عليها لا يلاقي حامرة حمرتها وخارتها يا زينب ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوليها ده عيب انا مش نتاع الحاجاتي اصلها يعني اصل العال لما لتولدهم بيفوروا على طور فتلاقي اسمها فاير مع اما هي مورودة دلوقت يعني مورودة في ساعتها فدي كسافة سكانية يعني فيا زينب انا عايز اقولك على حاجة انا مش عايزك تسيء الظن بي مطلقة ايه حكاية مش عايز تيكي ولا ايه دي لسه مورودة الوقت هو لان حتى تلاقي لابسة البابيتة بتاعتها هي بتبقى بيضة لعالب بس قوم بقى اسمهم فاير من كسافة السكانية بسيب نمشي يا شعبان مليون عايزك انت في حياتك زينب مرحا ده كتنقول لي كسافة سكانية يا زينب ما تسيبها نمشي وتيجي بقى دي لعدة من غيرك ملهاش طاعة ايه شوفوا مش هما بيقول لي احنا 40 مليون لا احنا كلنا 20 مليون واندي العشرين مليون التانية فكسافة سكانية يعني شعبان البني ادم اللي كنت عرفه خلاص انتهي خليك انت في عشتك الفارغة وبقابلني واخدها مني كلمة حكمة من فتأة دي متاهة يا شعبان زينب زينب اعنا ما اقول لي اصل كل دي كاشتنطرش بلغية يا زينب ايه يا يبالي مش هدي اكل لا كيه همك عنا اكل اوي امشي يا خلال امشي امشي منه داك يلا بتو هي امشي من هنا لطلاط مبلهوخي هنوفو عنا اكل اوي اشتركوا في القناة 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 بس إنما اتضح لك أنت عبية جديد في الصناع يعني مش عايز تفاهم بالزوء يا ابني أنا فريد العطريفي ابني العطريفي الله أرحمه مفيش قوة في الدنيا تثبت عكس كده تيك أنت منطال بساطة و تفضل مع السلامة بدأ ما جابلك البوليس هو لي خرجت كده؟ أنا ماشي وديك 24 ساعة تفكر إذا ما كنتش هتعقل أنا هعقلك أنا هدفعك التمن غاية هخليك تندم طول حياتك وما فيش سلام عليكم فيه السلام عليكم فيش عليكم السلام هكذا أروا بقى العوضك إن شاء الله أروا بقى عندكم جميع أروا بقى عندكم أروا بقى عندكم يمكن كنت مستنية المنايل على العين والعمر كله ما خلاص يما وافقتلكوا عن عريس المده والبداع كل هزم تقضي تبكتيني بقى طب اتفضلت هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أسلوح العمر؟ لا أسلو بارد الوحيد يرى أحسن الأول أنا أقرأ الأول هذا البائع البائع إيه دعا بالجواز؟ 300 عجل في جنيه عند التوقيع؟ مش كتير؟ كتير ازاي؟ ربع المبلغ عند التوقيع؟ أنا العمل ايدي مش بتطمي الله شكلها كده ناصمة والصاحب البيت شات ونصار وإنت جمال نصار وإنت هو من هنا يلا حبيبي يلاح July لم لا يدعي الشديد؟ وعم اما هكذا من هنا وم يا حبيبي يلاك يا حبيبي إنتم تببتح له يلا خوفة يلاا الدعوة مالتنع إلى معي مالتنع إلى معي يلا نصدّل مع السلامة يلا هكذا الأستاذ فريد الغطريفي أنا فريد الغطريري حضرتك أستاذ فريد الغطريفي؟ أي شكرا طب أتصدّل معنا حضرتك أتصدّل معك وفين؟ يسعون معي أنا أأمر العبد علي بال bromض علي أنا؟ لماذا؟ محمد عز المحامي، حاضر عن المتهم المتهم إنت رخ؟ استنى لما نشوك لي الحكاية فيه يا حظام؟ هتعرف كل حاجة في النيابة النيابة؟ النيابة ايه؟ لو سمحت تفضل معنا النيابة ايه عبدالله؟ انت بشمش حاجة سعى ليه طايت النيابة ايه؟ محمد عز المحامي، حاضر عن المتهم يا حب جوان، انت ما انتش باي والنيابة؟ عصلك، عصلك عن النيابة عصرنا النيابة؟ النيابة محمد عز المحامي، حاضر عن المتهم يا سيد استنى لما نشوف المصيبة الأول وبعدين يقول معمد عز المحامي، حاضر عن المتهم اتفضل حضرتك الأستاذ فريد الغطريفي؟ ايه طبعا، فريد الغطريفي افتح المعطر مع المتهم؟ طبعا معي بطاقة، محمش من غير بطاقة يعني بالإطلاع على المتهم اتضح أنه المطلوب فعلا هو اسمه فريد إبراهيل الغطريفي المواريد الإسكندرية قسمه محرم بيه؟ وعلى هذا الأساس قررنا حقصه أربعة أيام لحيل حبس أربعة أيام، حبس أربعة أيام ده إيه؟ يعني، كده هو اللي إحهم ولا دستور؟ مش عارب إيه حكا الأول درايا خريد، تسع سنين السكن اللي عملتوا ألا فكرنا هننسين أطبع، تنسوا ايه وانسوا ايه يعني، أنا مش هام حاجة في حكم غياب يصدر ضدك بالإعدام إعدام؟ 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 إعدام اللي هو يعني اللي اللي أتحب أفكرك الحكم ده كان ليه؟ ولا افتكرت؟ الرقصة اللي قتلتها؟ نوال؟ نوال؟ أنا قتلت نوال؟ نوال مين؟ نوال مين؟ وإعدام هيبي؟ أنا أنا محمد عز المحامي حاضر على المتقب يعرف عرض جاء النبي تبنين وتصفل بيقول لك إعدام رقاصة، تقول لي متقب؟ أخلوا شويش عالحادس يخلنا عالفين؟ مهمس ايه؟ تفضل متقب هل هو عيد؟ ما تقول له حاجة يا ممين حسنى أستدق انه هو بضل ما تفضل؟ ما تروحي؟ محمد عز المحامي حاضر على المتقب فأخذ ه fier منا فوق؟ ما تفالح؟ انت فانك فيه! محمد عيد البحان! هنشتقوني! هنشتقوني! هنشتقوني عبد الجوان! امشي يا شك! احنا معلناش حاجة بالمرة! احنا بعيدة عن كل شبهة! لازم احصابكوا تبقى زي الحديد! وإلا حنروح فدهية كلنا! احنا معملناش حاجة! واحنا ملنا! انتوا بتخرفوا! شاحبان الزلق نفسها يروح فينا! شاحبان علينا! يا مغاوري! شاحبان ابتهم الوجود خالص! واللي اتقابد عليه فريد! كل الأوراق بتثبت كده! اه مفبوط! السابات مطلوب! انا شخصيا هروح له الحبس! عشان اخضر احصابي! فريد قاربنا! لازم نقف جمه في الورطة اللي هو فيها! زيئة الرقاصة! بقى تبقوا عبتين للمقاعة الرقاصة! وتخرجوني شيئا! ما ينمكش جمد قلب! ما جمد تقريب لحد يبدأ! لحد بلاعش نو يطير رقابتي! ولا حيطيرها ولا حاجة! المحامي عامل معرضة! هاء دعونه الحجمينة التان! ما حكمه الشيء ايه؟ تقمي تأتي الرقاصة؟ طبعا! طبعا عندي ايه! أولا عاتلتها! أولا عالتها! يا فريد! هتتعدل! هتتعدل! هتتعدل بجمسك! ايه! هتكون شكاد على الجالي ده! هو فريد! قالي جال! واحد جالي كده! لا! بدا! قال له فريد! انا افتكرته نصوب! إيبقى فريد عايش! والله عبيد! أنا عمّا هعترف! يا روح ما بعدك روح! أنت يا أخينا اللي مرّة! عايز ايه؟ أنا عايز أعترف لوكيل النيابة دلوقتي أقوح! يا فريد! يا فريد! بل يا فريد بل أزيف! أنا هعيد أقوى لوكيل النيابة دلوقتي أقوح! هاجب لك الوكيل النيابة من دلوقتي! الصبح إن شاء الله! اتفضل معي على الحجز! يا سعد البيت! أنا عمري ما كنت يا فريد! أنا شعبان! واد غلبان! تافئ! من عمّة الشعب! أنا صرع على مدخة مدبوح! ببقى لولي اعمل فريد! عشان غادر حكاك الورث والفلوس! إنما أنا شعبان! وجالي واحد جداء كده هو فريد غطريف! أنا عملي ما كنت فريد! أنا شعبان! بتقوله عمّة الجوان! لا حول الله يا رب! أقول له! إن أنا شعبان تقول لي حول الله يا رب! قولوا له يا ستة الندماء! قولوا له أنا بأمين! اهدى يا فريد! شكيدة اهدى! فريد! تقول لك هذا شعب مدوري! قولوا له مدوري يا بأمين! قولوا! ساكت ليه! أي وانت اللي تعرف كل حاجة! قولوا لهم بأنا بأمين! يا منتك كريم يا رب! يا منتك يا رب! هو نطلع عليك يا منتك! يا ستة الندماء! اسمع يا فريد! إحنا واخدين على الوانتة دي كويس! هم! 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 حقا! هم! اتفضل يا رب! يا اخواني انا الشعبان! انا الشعبان! انا الشعبان! أنا معنابكم! يا اخواني يا شعبان! يا ماذا يا شوويش! انا عاز لروح دوتر مين! وين هو أنت؟ هم الوقت وامتا يعني؟ حبكت دلوقت عزروك! أتفاً تاريسي. تاريسي. ًا لا سمحت شوش. لاتفrouطة. دورك زينب. دورك زينب. شابان. ايه اللي فكرك بي؟ ايه بعد عني ما اتكلمنيش خالق وحيات ابوك يا زينب انا واحد في عرضك ليك عن تكلمني بعد اللي شفته بعناي امشي خالف امشي بعيد عني يا زينب ده مش وقته انا حياتي على كف عفريت احسن خلي عميلك البطالة اللي في مصر دي تنفاعي عميلك بطالة ايه انا محكم عليها بالاعدام يخبر ايه ويس حتى البصمات حتى البصمات يا زينب حتى البصمات حت الدين ورطة ايه ورطة بعقل ابو الحل ايه ما فيش حل غير انا روح والقودة اللي انا كنت ساكن فيها هدور على اي اوراق تثبت ان انا شعبان ليه عملت في نفسك كده يا شعبان ليه استعجلت ليه هي الدنيا تحلو اللي بشاقها هو ده وقته يا زينب يلا يلا نشوف اي ورق ولا اي حاجة ايه ده مالفل القفل كان عالباب ده مالفل من جوه كان حد سكنها غيرك سكنها غير ازاي عاوز حاجة حلو ايه انا لعاوز حاجة اه 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 دي قطي قطك ازاي انا اللي مجرها من صاحبة البيت مجرها ازاي باعتب وحكت اللي جوه حكت ايه يا شعبان حكت اهفني على الباب وصيب القوضة واقف يا ستي انا مش لسه مقاجر القوضة واقف دلوقت ايه مهجرها وقفلها وغيرك مش لايه حتة يتوا فيه القوانت وزارة الاسكان باصلحت الهواه العاجل انت مالك ناكملة لما اتململة المكانش عاجبك اعلى ما في خلاك اركابه في الستين دا ايه القوضة انا عايز الحاجات بتاعت اللي كانت جوه حاجة اه ايه شوية الكراكيب يا ستي انا حر حاجاتي ولا زماني كل واحد حر في كراكيبه بيحتوهم لانتحب ربابيكي يا سلام وانسيعني من حق اكتبيه حاجة غيرك يه ما له يا ضنايه ما ناخد الهجرة مني يا ضنايه يمه ياله يا شعبان مرred ليس ليست العفاء خلاص يا اخدي عاذ بالعافية يا عافيك يا اختي اسم يا اختي قاه ليس هناك ستي Three يا ابن اتنا مولو الد من زمان اوام من زمان اوام اه ابي انا على الام مولو بعدين بمئة سنة الكنتفضة مش موجودة وما فيش ماي يدول على انك اتولادت ماي يدول على انك اتولادت؟ ماي قد انها يا طهوب؟ هذا يابني انا قدامي اوراق بصيحكو من وقعها وقعها دا ايه؟ يعني انا متولادتش؟ يعني انا مش موجود؟ موجود مش موجود انا ليه الدفتر اللي قدامه متاضر بنا يا سيد خلانها نشوف شعلنا ماشي اسبت ازايش؟ مساكل مالش ستتتحلل خلتحلل يا شعبان يا عالم أسبت ازاي ان انا شعبان؟ أثبت إزايش؟ يلا على الإصلاح انشطل عبارة يا ماشي ماشي يا فنم ماشي بس يا سعادة البيئ اخرص خالص أوراق إيه أنت بتسعليه أنت كنت تثبت عشان يبالك أوراق طب يا فنم أي وصل يا سعادة البيئ بس يثبت اللي أنا شعبان اخرص ماليتش عندنا أوراق أنت باليومية يا حبيبي باليومية فاكرت جرافطة اللي أنت شدتها معقول دي أحلى جرافطة شفتها في حياتي أنت لسه لمسها بنويها أنا أنا يا خوفوا بيالعيال فشر فشر يا فنم أنت أصلك مرد بصش في المراية بص في المراية حضرتك هتلاقي ترافولتا قداما أنت أحلى من ترافولتا دي بتقولي إيه طب مع السلام يلا يا حبيبي الطاب مفيش فنم يا فنم ده أنت ترافولتا يا فنم معليش معليش يلا مع ألف سلام مفيش ورقة يعني لا مفيش الجرافطة دي زي النيل وإنت لترافولتا ولا حاجة أنت برضو بيخلقوا في جلعيال ما تزعلش يا شعبان ما تزعلش ضروري هنلاقي حل حل فين بس يا زينة مليكش أرايب مليكش حد من أهلك الطيبين وأنا كان ليه حد ليه اي مفيش نفيسة ماتت نفيسة ماتت عاشت 92 سنة ما تموتش لنهارده تعالي يا عالم ياهو اثبت ازاي ان انا شعبان انا عارفة دي حاجة بايت تحير اللي ما سابولك ورقة واحدة تنصيفك يا شعبان انا تعبتك معايا زينب اخصع ليه ازاي تقول كلام زيب تعالي عودي هنا انا تعبتك انا حاسي ان انا تعي زينب ايه انا مريش حد غيرك في الدنيا دي يعني هو انا اللي ليه حد غيرك يا شعبان المهمة دلوقتي حدبت فين مش عارف لا ما انت لازم تلاقي حطة تستريح فيها وتتداري عن انظار البوليس زمانهم ضغط بدوروا عليك والبوليس عارف مكاني هنا فين بس ايهي برضو الشعبان دوليهم طرقهم انا رأيك اسمع ايه تجيش اخبيك في السطح بتاعنا ايه بايخة طب اقول لك هاي عارف الست اللي كانت ساكنة جوانا اقول لك ايه ايه انا حنم في زربة البهايم بتاعت الاصلاح تنمع البهايم مالهم البهايم اصحابي عارفين ان من ايام ما كنت باشتغل معاهم في الاصلاح يلا يلا رواح انت مع السلامة وانا هتصرف يلا زينب يعني هنحقل ايه في الزربة؟ يلا مع السلامة وانا هتصرف عشان ما يلقوش حليك في البين طب مع السلامة يا شعبان مع السلامة يا زينب مع السلامة معلش يا اخوانا حتضيفون اللي لا دي مش عايزكوا تتدايقوا متعملوش تكليف والله انا بحسدكوا على انتوا فيه ولا على بالكم حاجة واكلين واكلين الاكل يجيلكم لغاية عندكم مش كده ولا فيه حقد ولا فيه تصارع والمكان اي حدة تناموا فيها مطرح رجليكوا تناموا على طول لا شقة اربع قوط ولا صالون ولا صفرة ولا مطبخ ستالستيل ولا موكتم الحيط للحيط الله ينعلقوا الفلوس ما كنت عايش كويس يا شعبان ما كنت عايش كويس انت اللي جبتوا الراحك يا اختي اختي يحتى خد ابنك وخش جوة مين لك على شكل دول لن يلا عمالب لا الراحن يا زينب وواحدة صاحبتي Winter في المستشفى. راح وديها بك. من الكلة يا بنتي؟ لما يشوفوا تخاطيبك وانت خرجها بان الكلة. ايه! خاطيبي! ها! هرادوا اللي وز! طب يا زينب! لما يجبوك يعرف شغلو معاك! طب واني ملك هنالك! يحتي خياتين التراخرة! خد ابنك وخشي جوه! يحتيك! عطاها تتخلفوا اللي بيخلفوه! شبان! شبان! ايه زينب! ايه! خد ضيدك! لا يا ابننا زينب! ايه اللي جابه دلوقتي؟ كنت حاسيبك تنمن غير عشا؟ حبيبتي يا زينب! تعرضي نفسك للكلام على الشياني! لو حد شافك معاك في الزريبة في بلدنا دي تبقى كارسة! ولا يهمك! المهم انت هتعمل ايه؟ مش عارف! مش عارف يا زينب! بقولك ايه؟ انا لو كلفتك بحاجة خطيرة تعمليها! انا عشان خاطر عيونك اعمل اي حاجة في الدنيا شعباني! اروح في الستين داي! طيب! طيب انا عايزك تروح الفيلة بتاعت اللي في مصر! هقولك على مكان الفلوس! تجيب اللي تقدرها عليه والتاني الجاي! بيه الفلوس هتنفع باقي يا شعبان! هتنفعنا في الحوصل اللي احنا فيها يا زينب! وانت هتفضل هربان على طول! انت لازم تشوف لك حل! طيب ايه الحل؟ مش عارفني بس! وانا كمان مش عارف! كبوس! كبوس يا زينب! اومي! اومي رواحلت الوقت! اومي! مش عايز اسيبك! انا كمان! اومي! اومي! ما نجيب القبلة في الحوصل اللي احنا محدسينها دي! يومي يا شعبان! يومي! اه! الله! مش عزونا دي الجدع الاسم شعبان! ايوه هو ده! مش معقول! يا ابنل ايه! ايه ايه! تصوروا اسمه فريد مش شعبان! مش اسمه فريد! اسمه شعبان! يا جدع انا بقولك اللي مكتوبه صادق! انت عتي جزة بالحكومة! الحكومة تعرف اكتر منك ومني! هو الجرمان بيجذب! بجنبي يقول اسمه فريد! بقى اسمه فريد! هو عمل ايه! ده قتل! قتل واحدة رقاصة! بقى كان يعيش معانا! ومسمى نفس الشعبان! وهو اسمه فريد! ده مجرم خطير! الغريب انه كان معين بارح! وقال ايه! بيسأل على ورقه! اه! التاريخ! اه! 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 صباح الخير! اه! اه! نشكركم عني حصل الضيافة! نش scheduling! اذا كان متولى! غني鬥 من حبل! فريد! ده فري savings يا رجال! فريد اللي جقت الحلن الرقاصة! فأمسك يا غلي! فأمسك يا غلي! صغناب! فأمسككコو! ادي.. ده فريدي اللي جقت الحلن الرقاصة! فأسبان! مات! أنا حاولكم على كل حاج أنا حادث الوكيل أنا وإنه يلا يحاولك على كل حاج أنتو أصلكم ما انتوش فاهمين أي حاج الكلام تقولون إن ده محادث الوكيل أنا حاولكم على كل حاج أيوه طيب عال أهل به الوكيل أهو أيوه قلوهم بقى يا بيه أنا بقى مين الله بقى تضحك علينا المدة دي كلها يا قتل القتلات وتسمي نفسك شعبان يا بيهنا شعبان فعلا الموظف الصهرات اللي اشتغلت معك أربع سنين ما انتش فاجل لما قلت بهاي ساق واشدك بالجربطة انت سيد سيبك بالكلام ده كله انت اسمك مريم وصورتك في الجرنال إيه الجرنال هيجذب أيوه يا حادث الوكيل بس السيادتك مش ماخد بالك ده شعبان اللي كان موظف عندنا انت نسيه أنا حشرح لك أصلاح يا بنتي سيبك بالكلام ده ما توديشي بنفسك في دهن يا ده مقرم يا خلال مني شعبان يا عيقوا يلا 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 يا خلال مني شعبان يا عيقوا يلا 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 خدوا هنستعمال يلا عدوا الفاليرو للحلويات الفاخرة الفاليرو الفاليرو قريتي المكتوف في الجرنال اه قريتو جالك كرامي ما كانت لازم تجازي فوتيجي مصر مجازفة ايه بالعكس أنا دلوقتي في أمان نصاب الانتحد شخصيتي واخد صروتي اخد معي حكم بالإعدام افرد واحد شافك ويرفك طيمن لغاية ما سافر مش هخرج من هنا خدر العصر خدر العصر نادي على شهود الجدع ده جاني من اربع سنين هو مين هو ايه معرفش لكن بقى تطوراته كانت غريبة واول ما شفته كده قلت الواد ده مخب حاجة هي ايه ما عرفش لحد بقى ما قالينا حكيته في الجرنال وعرفنا كل حاجة هو قاليني ان اسمه شعبان وعرفناها على كده انما اصله فاصله العلم عن ضلاء يا ساعة البيت والجرنال به نسمه فريق والاهرام ما يجزيبش يا ساعة البيت ما كانش بيدفع أجر أبدا يا ستي خلينا في موضوعنا ام هل اتهالي كلمة حكمة ملكيش دعوة بحاجة يعني يا أولاد والدين في داعي عشان ام كانت لك ملكيش دعوة بحاجة ايه وانا شعرفني كنت رمضان ولا شعبان وانا كنت دخلت سريرتك هو هل اسمي شعبان 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 يا حضرة القاضي الله نسيها احنا هران عيال مش عاوزين مسؤولية ده شعبان ولا مش شعبان الله اعلم انت عدرا ساعة البيت طبعا فريد احنا حنتوح عن فريد الغطريفي ده فريد ابن المرحوم الغطريفي طول عمره متربي معنا انا فريد برضو يا مغوري يا مغوري يا مغوري يا ابن المغوري يا مغوري لسه مش عارف ايه حكاية تعرف الشخص ده الشخص ده محكوم عليه بالاعدام يا مانت كريم يا رب كل ده كلام فارغ ده شعبان انا متأكدة انه شعبان فريد ايه هو رأس اهل اللي حيقتله هو ده يا رفيقة البرص هو شعبان انا متأكدة انه شعبان وسيادتك بقى متأكدة من ايه يا الناس بتتأكد من الناس ازاي اخواتي هو شعبان وخراس ترفع الجلسة نصف ساعة الاستراحة وبعدين يا استاذ حيضيع بالشكل ده مع اني والله 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 متأكدة انه مضروم و انا كمان طب ساكت ليه يا استاذ ما تقول لهم ايش هيستدوني لازم اجيب لهم دليل دليل ده احنا غلب حمرنا هو فيه خيط لكن خيط ضعيف شوية انما اها امل وكله متوقف على ان يكون شعبان ما بيجذبش والله ما بيجذب والله العظيم تلاتة ما بيجذب انا هحاول اجل القضية شوية على قد ما اقدر عشان نكسب وقت هذا بالاضافة الى ان جميع الاوراق الرسمية تؤكد بطريقة حاسمة ان الذي امامنا هو فريد وليس شعبان انا شعبان اذا كيف يؤكد جميع الاقارب ان الذي امامنا هو فريد يا سعاد البيئ يا سعاد البيئ دون الصبيل هم غرروا بيئ وقم قالوا لي اعمل فريد الغطريف انا مليش دعوة انا شعبان هم عملوا كده عشان الهافوا الفلوس وانا كمان لهفت الفلوس ما انا لهفت شوية وهم لقفوا شوية يعني انا نصاب الحكومة تاخدوا لليكم تاخدوا لليكم احبسوني بس قاتل انا ما اهتان اصلي جالي واحد انا هقول لحضرتك جالي واحد اسمه فريد الغطريف انا عرفت ان هو فريد الغطريفي لما عرفت الحكاية بعد كده كان عايز يتنصص معي انا مليش دعوة انا انا قلبان عبد الجوادة ياكن مالي النبي وعلى رأيي من قال لتكن اداه في ايد من يغرروا بيئ وعلى رأيي شعر الربابة سابوا البرضعة يا بوزيت ومسكوا الحمار وانا احمر انا احمر يا اخواني انا احمر سرعوا الشندوق يا محمد وانا احمر يا بيت سيد الرئيس واضح ان مواكلي مصاب بلوسة فارجو تحويله الى مستشفى الامراض العقلية للتحقق من ذلك اسم ساتك ما هو موجود عن ساعتك يوسف يوسف نور الدين ما فيه لحاجة فان دن اسطانة شوية ما فيش فيد ياا ايام ايام من دور اصبحت من ان تكون هنا بانك لا فيش يبقى نازل تكون هنا. المرتبة. إحنا مدورناش في المرتبة. ده فلاحه لازم يكون شهر فلوس في المرتبة. الفلوس. عادي الشرطة وعبي. مركبة. سماWAYا معنا. أيها الوطن. ابا حز وجهبكي. أيها الوطن جناس. تصبح في الغدث تشجلك، ولكنك سأنز기는 الشهرة بالنمش سوفت. هيا. سيد الناس. طيب نفسك تخرج لديك. أنا حر فيها. واتفقد معنات اسمه الذي تعز وانا؟ بسم.. أنا عبدالكواد به الغطريفي. انا ما استمحت. واتفقد معنات اسمه الذي تعز وانا أعز وانا يقول له نا؟ طيب.. مانا تفقد معنا؟ فضال.. شعبان شعبان مبروكي حبيبي خلاص المشكلة تحلت نسكوا فريد الغطرفة في المطار ومسكوا كل اللي شهدوا ضد أكزور ورامون كلهم في السجن خلاصي حبيبي نسكوا الحمر وسبوا البردعة شعبان 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 مين يا شبه؟ أنا فريد فريد الغطرفة هل تجننتي أم لا؟ يا شعبان احنا مش اتفقنا انك تعمل الحركات دي عليهم هم ولا تعملها عليهم ليه؟ وخلاص المشكلة تحلت اسمك انت مش كنت عايزهم يحكموك بتهمة النصر قدهم يا أخي حيحكموك بتهمة النصر وتخش السجن سنتين ثلاثة ويتلم شاملنا بقى يا شعبان يعني احلى اداني طي مع السلامة يا شعبان مع السلامة يا زينب سلامة خلي بالك من نفس أمان عليك يا زينب كل مغربية وحينما يميلي قرص الشمس الدامي بين الأطلال اسكريني ايه زي فتر حموة بالضبط وانسي اعمال حمس مع السلامة مع السلامة يا زينب مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر